اليوم إن شاء الله وفي حلقة هامة لكل الزميلات والزملاء العزاء على اختلاف دراجات القيد في حلقة عامة تدور حول نصائح قبل رفع الدعوة وفق ما تعلمناه من نصائح هامة لابد من اتباعه لكي تحقق نتائج ما وكلك به موقلك وتكسب قضيتك وتحصل على حكم إيجابي لصالح موقلك فلابد من اتباعه بعض الأمور في تحضير ملف الدعوة قبل تقديمه للمحكمة حتى لا تضطر إلى اللجوء إلى التصحيح وربما يكون ذلك سبب رئيسي في صدور حكم سلبي ضد موقلك بخسران دعواه فكان لابد من اتباع تلك النصائح لابد أولا أن نعرف أننا نتعلم من بعض جيلا من بعد جيل وكلنا نعلم بعضنا فلا نكابر على التعلم وندعي العلم ثم تأتي المفاجأة نخسر بدون علم للمكابرة عن العلم والتعلم وفي حلقتنا ننصح بالآتي أولا لا بد من سماع موقلك شفاهة في موضوعه بتركيز وأن تحرر ذلك في مسودة ورقية تضع فيها العناصر الأساسية للموضوع الذي حضر يوكلك من أجلي ثانيا راجع مع موقلك المستندات الدلة والمثبتة لموقف القانوني في الدعوة التي يوكلك فيها والمزمع رفعها وذلك وفق الموضوع الذي سيقول موضوع الدعوة مثلا إن كان عن علاقة إيجارية تراجع عقد الإيجار معه وطلباته في دعوة ومدى استحقاقه لما يطلب من عدمه قبل رفع الدعوة وإن كان عن علاقة ملكية تراجع عقد البيع سنده في دعوة أو ما يطلب حتى تتأكد من صحة موقفك القانوني في دعوة قبل رفع الدعوة ثالث تتأكد من الأسماء الصحيحة للموكلين والخصوم وتستعلم عن العناوين الصحيحة حتى لا تطل دعواك في دائرة أصل الصحيفة التي لم تعلن والتحري عن محل الإقامة والإعلان في مواجهة النيابة العامة وكل هذه الإجراءات التي تحرق ما يقرب من ستة أشهر من وقت التقاضي وتجهتك وتعطل الفصل في قضيتك لأسباب شكلية بسيطة دون الموضوع ولذلك ننبه بضرورة فحص كل عناصر الدعوة مع موكلك قبل مغادرته مكتبك حتى يكون عملك جيدا وتقدم ملف دعوة للمحكمة مقبول شكلا من أول جلسة وتحقق النتيجة الإيجابية التي يوكلك موكلك من أجل تحقيقها له ولا تخشى في مواجهة موكلك بموقف القانون الحقيقي لأنك دائما ستكون شماعة أخطاء الكل وينسب إليه كل خطأ حتى ولو لو تكن أنت السبب فيه أعزائي نتمنى التوفيق للجميع لرفعة مهنة العظماء أصحاب الرداء الأسود اشتركوا في القناة